السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتبعه اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر اللهم صل على النبي محمد ما حج حاج أو اعتمر وسلم تسليما كثيرا سيدي يا رسول الله إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وكل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحبة في فرحة العيد ونحاول أن نفرح سويا ونتذكر ونتذاكر ما به تفرح الروح وتنشرح الصدور ومما يفرح الروح وشرح الصدور وجود شيخنا وأستاذنا معالي الأستاذ دكتور بدران العياري حفظه الله تعالى وجود معنا في هذه الحلقات المبركة فالعيد بأعيد بجد في هذه الحلقات أستشعر الفرح والفخر والشرف بوجود كبير من علمائنا الأكابر أسأل الله أن يباركه وأن يتقبل سعيه وكلماته اللهم أمين يا رب العالمين مرحبا يا سيدنا أهلا وسهلا سيدنا أهلا وسهلا وحضرتكم ولا أسامحك في هذا الإطراء وهذا الكلام أنت له أهل يا سيدنا أنت مساكين مولانا نحن تحت التراب أنت متواضع وهذا متواضعك الله يرضى عنكم يا رب العالمين وأحسبك من الأولياء الصالحين ولا أزكي على الله أحدا برك الله تعالى فيكم وجزاك عنا وعن الأمة خير الجسد وجمعنا بك مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى فسدنا أستاذنا الدكتور بدرين العياري من علماء الحديث ومن المنشغلين بهذا العلم وأحسبه من المحبين جدا لسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يعني من خدام وعشاق محبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا بحب حضرتك محبة في سيدنا النبي ربنا يحبك ربنا وبحب حضرتك محبة في السنة التي أكرمنا الله عز وجل بخدمتها ويعني أنا تلميذكم ومنكم تعلمت الكثير من فضلتك ومن أمثالكم أسأل الله أن يبارك في كل علماءنا وكل شيخنا وكل من علمنا حرفا اللهم أمين يا رب العالمين في زمن زادت فيه القواطع وتقطيع الأواصر الولد النهاردة اللي بينكر خير أبوه أو بينكر خير وجميل أمه عليه الأخ النهاردة اللي بينكر خير أخوه الأكبر منه الذي علمه أو ربما كان سببا في إعانته أو مساعدته في يوم الأيام أو تعليمه أو تربيته أو غير ذلك في زمن أنكرت فيه البنت خير أبوها أو خير أمها في زمن قاطع الناس بعضهم بعضا وتفننوا في المقاطعة اسمحوا لنا أن نذكر أنفسنا وإياكم بطرف من صلة الأرحام ومن البر الذي أنعم الله تعالى به علينا كعبوديا نتعبد بها لله جل جلاله وأترك المجال لشيخي وأستاذي سيدنا أستاذنا الدكتور بدران وأقول له يا شيخنا هذا الواقع الذي نحياه من كثرة المشاكل اللي بنسمعها ليل نهار على حالات القطيعة اللي مالية البيوت ماذا نفعل لتقل هذه الحالات وتنعدم هذه الحالات والليه الناس كلها بتحب بعضها والناس ألبها على بعضها والابن متفاني في خدمة أبوه ومتفاني في خدمة أمه إلى آخر نفس من حياته والزوجة المتفانية في خدمة زوجها والزوج متفاني في محبة زوجته إلى آخر نفس من حياتهما بما تنصحنا بارك الله تعالى فيه الحمد لله رب العالمين والعقبة المتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين اللهم صلى على نبينا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم عليه سلامك الذي سلمت عليه واجعلنا يا سيدي خير المصلين والمسلمين عليه وفرحنا به ربي في عرصات القيامة في غير ضرر ولا محاسبة ولا معاتبة إنك ولي ذلك والقادر عليه الأعيات فرصة سانحة الله تعالى يأذن بتكرارها في السنة مرتين لأن عيدنا أهل الإسلام الفطر والأطحى لنجعل من ذلك مرقا نصعد فيه إلى رضا ربنا تبارك وتعالى بصلة الأرحم أول هذه الصلاة الوالدين الوالدان هما جنتك ونارك والوالدان مقرونان الإحسان إليهما مقرون بتوحيد الله إلى شريك له الله تعالى أمر بتوحيده وثنى ببر الوالدين قال وعبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف لو كان في أقل من أف لذكره الله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ما شاء الله كان الحسن يكون بين يدي أمه كالعبد المملوك يا سلام وكان الحسن رحمه الله تعالى وراضي عنه وسيد التابعين لا يقعد مع أمه على مائدة كانتش بيأكل معها سئلة قال أخشى أن تمتد يدي إلى لقمة سبقت نظروها إليها فأكون قد عققتها الله الله كان الحسن يدفئ لأمه في الشتاء تصلي فيأتي لها بالموقد ويولع النار برة ويدخلها جوة في ظهرها وهي بتصلي علشان تشعر بالدفء يدف المكان يعملها دفاية آه في الشتاء نمازك بقى السلف في موضوع البر ده حاجة يعني النهاردة هو نايم على مرتبة إيه وامه نايم على الأرض النهاردة هو نايم في التكييف آه يا كان صيفه شتاء وامه النهاردة في عزيب مظاهر العقوق النسيان بقى والآه مم ولك هي راضية بكده وهي يعني قلت لها تعال عيش بعيها ما رضيتش وانت أنا لحيت ما انت ما صدقت قاليت لك أنا قاعدة ببيتي ايه فلا يعني ما هو بقى خلي بالك من حاجة مهمة ايوه البر والعقوق بيورث ديون البر والعقوق بيورث لا حاول أول عقوق على قدر ما هتبر أولادك هيبرك نعم وعلى قدر ما هتعق افتكر بس يعني المواقف دي انت بس تدونها عندك هتلاقي في أولادك والله العظيم هتلاقي في الأيام واللي انت عملته بالشكلوس والحرف هتلاقي قدامك فدي ديون ولابد أن تقضى فإن كنت حريص ايها العاقل على بر أولادك بيك كن حريص على بر والديك جميل تأتي لك الخيرات والبركات في الأدب المفرد من الإمام البخاري رحمه الله وإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا من أهل اليمن حاملا أمه على ظهره يطوف بها بالبيت نعم وهو يقول إني لها بعيرها المثلل إن أذعرت ركابها لم أذعر ما التي لا أمله أنا إن أذعرت ركابها لم أذعر الله ربي ذو الجلال الأكبر أترى أني وافيتها يا ابن عمر قال لا ولا بظفرة واحدة أيه ولا طلق واحدة من طلقات الولادة مهما عملت يا مسكين في بر والديك أنت لا تكافئ أمك بالظفرة التي تزفرها حين الولادة أيه فهذا باب يعني باب البر ده كم رأينا من أناس بوركت حياتهم ببر أبائهم وأماتهم الله وكم من أناس يعني محقت حياتهم بسبب أنه عق والدته أو عقابه غضب عليه الأب أو الأم غضب لا يقوم لغضب شيء ومهما يكون من شيء يعني أن الولد يعني تقل عليك في حاجة فتذكر قول أن يصلم أنت ومالك لأبيك لأنه هو سبب وجودك وسبب الوجود لا يكافئ أنه سبب وجودك ده مهما فعلت لا تكافئ أبدا مهما بذلت ولو بذلت مالك كله حتى وقفت في الشارع عريانا لا ملابس عليك في إحسانك إلى والدك أو إلى والدتك لا تكافئ والرجل في الطبراني في الأوسط وإسناده فيه مقال لكن يعني في باب البر يمشي يعني راح الولد يشتكي أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أن أبي اجتاح مالي شوف لفظه اجتاح ده يعني جاء عليه وخلصه اه اجتاح قال ساله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماتي أو إحدى خالاتي يا سلام فقال أن يصلم له أنت ومالك الأبيك أول رواة الطبراني قال له حدثنا عن شيء تكلمت به في نفسك لم تطلع عليه أحد نعم قال أشهد أنك رسول الله الله وذكر أبياتا قربة 11 بيت غذوتك مولودا ومنتك يافعا تعلّ بما أجني عليك وتنهل وذكر أبيات في إحساني إلى والده الشاهد أيها الكرام هو إن سيأتي عليك يوم تندم بعد وفاة والديك أنك لم تكن قادرا على برهم إذن لابد من طاعة الوالدين في المعروف هذا لا يحتاج إلى نقاش أصلا ولابد من رعاية بر الوالدين هذا أصل أصيل من استقامة القلب يعني إذا عملت كل شيء وقصرت في هذه لن يكون في حياتك بركة ولا يمل من والديه ولا يطجر من والديه ولا يسيء إلى والديه ولا يزعج والديه بشيء من المزعجات والمشاكل ولا يثير الخلافات ولا ينكر أو يجحد حق والديه عليه طيب شيخنا الحبيب هل هناك موقف مؤثر في حياتك الدعوية ومسرتك العلمية وأنا يعني أعلم أن حضرتك بتحتك بالناس وبتسمع من الناس موقف مؤثر لقصة مؤثرة مثلا شفتها في باب البر ده ونستفيد منها مع السادة المشاهدين والله سيدي لي أخ صديق دفع الدراسة كنا ننام على سرير واحد ولولا أنه لم يأذى لي لذكرت اسمه يعني إنما الحاصل أنه من الأفراد القلائل الذين رأيتم في حياتي كان في بر والده مثلا أعلى يحتذى في كان والده كان مريض مرض شديد وكان هو اللي كان بحم والده نعم كان هو اللي بيألعهم لبسه ويليفه ويشطفه ما شاء الله وظل على هذا زمنا ثم قيض الله له أن سافر مع المعارين من البعثات الأزهرية في المعاهد إلى اليمن أيها وأكرمه الله تعالى برجل من أهل المال أحسن إليه إحسانا لو عمل حياته كله في الخارج ما حصل إحسان هذا الرجل إليه سبحان الله العظيم احكي لي ما الذي بينك وبين الله حتى يعطف قلبي عليك بهذا الشكل ربنا فتح له آه والله ببركة البر الله وأعلم برضو من جيراننا ناس كانوا في باب البر سيئين والله يا سيدي مسكوا أموال تبني مدن وهم الآن فقراء لا حولها ولا قواتي بسبب إيه بسبب العقوق العقوق يأتي بالفقر يأتي بكل شر كل شر يأتي بالحرمان من الصلاة نفسها لا حولها ولا قواتي أيها لما أم الواحد تدع عليه أيها إنه ما يشوف خير هيشوفه إزاي ويتدع عليه بقلب محترق فالبر باب عظيم وخيره ليس في الدنيا فقط لما دعت أم على جريج العابد اللهم لا تميته حتى تري وجوه الممسات وكان يصلي كعابد عابد من قتل للعبادة ولو صالح ويتعبت فيها دعت عليه فاستجاب الله تعالى فيعني هذا تحذير شديد جدا إلى إخواننا حتى ولو كنت ملتزما فين بغي عليك أن تراعي الأدب جدا والبر مع الأب والأم وأن تحذر وبالذات الوالدة وأن تحذر من دعائهما وخصوصا الأم بارك الله فيك سيدة تفضل بر الوالدة الجنة تحت قدميها الجنة تحت أقدام الأمهات كلام مشهور وكلام محفوظ وده واقع يعني بر الأم ده باب اجلب به كل الخير تستجلب به كل الخير تفنن في جلب خيرة الدنيا والآخرة ببر الوالدة ولا يكلفك شيء والكلام بفلوس يفرحها بكلمة الكلام ما أجمله يعني يقبل إيديا في الدخل والطلع قولها يا أمي ده أنت سبب البركة علينا في حياتنا ده احنا مناش لزمة من غير وجودك ده أنت منورة علينا حياتنا كلها ده ربنا موسع علينا بوجودك وسطنا ده ربنا فتح لنا بدعوه ده حقيقة والله يا شيخ نعم صحيح يعني حين نقول هذا الكلام لأمهاتنا والله يا سيدنا ده حقيقة يعني ربنا فتح علينا ببركة رضا أمونهم من علينا ببركة دعاء الأم لنا ببركة وجودها في حياتنا أو في عيشتنا ده حقيقي والله لكن حتى لو هو مش مستشعر ذلك النصيحة من حضرتك إنه يتفنن في إرضائهم أيوة نعم أنت لا تخسر شيء الكلام لا يخسرك شيء صحيح ودك خلي حاجة أنت زهنك في حاجة شغلك حاجة في حاجة لازم تؤديها لا يعد هذا من النفاق يا سيدنا يعني منافق في دي نافق يعني إرضاها وتزلل ليها وتعطف عليها يعني رضيها بأي وضع رضيها رضيها كلمة تجد البركة بر الوالدة ليس له مثيل طبعا بعد كان الله تعالى قدر بوفاة الوالدين فيبقى البر باقي في الأخوات البنات في الإخوة الأشقاء أختك وأخاك أيوة ثم أدناك أدناك فبعد الوالدين وصلت الرجل أهل ودي أبيه أيوة نعم هذه تعد أيضا من حقوق من بر الأباء نعم صحيح السؤال عنهم يشوف إصحبهم من الناس اللي كانوا بيودوهم أو بيحبوهم اللي كانوا بي لهم بينهم أيوة نعم فإن فقد الوالدين فيبقى البر في الإيه في البنات يعني هم أهل العلم بيرتبوها كده يعني أقول لك يعني أفضل البر بعد الوالدين الأخوات البنات وبنات الأخ والأخت البنات 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 اللي هم أولاد أختك وأولاد أخوك اللهم بارك في البنات آه آمين يا رب وبارك في البنات فيهم البركة اللهم أمين فالإحسان والبر خلي بالك أن لا يشترط أن يكون البر بالمال نعم هب أنك غير قادر على البر بالمال لا يعني لا لا يفوتك إنك تتصل صحيح إيه بعد رسالة واتس صبح إزيك عاملي صباح الخير صباح الورد لاغي آه يعني كده خلي الدنيا مدعبات وإنت ناقت الأجساد تبقى الأرواح قريبة جميل يبقى فيه كده كلمتين آه يعني فيه يعني تصبيحة تمسية رسالة وردة كده يعني الله نعمل جروب للعائلة حلو ونسلم على بعض فيه كل يوم فكرة طيب ده كلام كويس نعم جروب للعائلة أخبار بقى اللي راح واللي جيه واللي نجح واللي عنده مشكلة واللي في مريض واللي بتولد فيبقى فيه نوع من الايه نوع من التواصل الحي والتراحم والسؤال عن بعض ومعرفة أحوال بعض أيضا بدون برضو تدخل ولا يعني إيه إحراج لأحد في شيء إنما البر حاجة حلوة البر له طعم الله ولا يشترط أن يكون البر بالمال السؤال والاهتمام والتجاوب والدعاء بظاهر الغيب تجد له بركة وأثر يعرفه من جره والبر بالمؤساة أيوة عند القدام والمؤساة دي مش شرط أنها يكون بالمال يا سيدنا المال إن استطعت قدر المستطع لكن ممكن المؤساة دي تبقى مؤساة بالدعاء والله يا سيدنا المؤساة أيوة فبنقول إن هذا التشريع تشريع العاقلة تشريع العاقلة نفسه إن فيه عيلة البلاء إذا قسم خف جميل يعني لو أنا مريضا عنده عملية محتاج فيها مثلا خمسين ألف أيوة وإحنا عدد آباء وأشقاء وأخوات بنات ولاد عم ولاد خالب كل واحد دفع ألفين جنيه خلاص حلمني تمني خمسين ألف صحيح فين الفقه بتاع العائلة ده عن واقعنا أيوة إن البلاء إذا توزع خف نعم حد بيتجوز وإحنا من الريف ونعرف يعني المواساة والتعاطف إذا كل واحد حط ألفين الجوازة تمت صح ده الفقه ده لو يوجد في الأمة ويعمم هتجد الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى خفت والتراحهم ده يسبب فرح يعني أنت حين تجد أحبابك بجوارك ويواسونك بالكلمة الطيبة وبالمال إن استطاعوا المكثر منهم فيكثر من المواساة المقل منهم فيكتهد في أنه يساهم أو يساعد في الأزمة أو المشكلة أو المعضلة اللي الواحد معرض لها دي ويعد هذا من التخفيف عليك نعم صحيح فهو يحب الناس ويحب الأقارب ويحب إخوانه أكثر وأكثر يحس بالتراحهم الحقيقي تراحهم فعلي صحيح مش مجرد كلامه بس يعني صحيح ويبقى ده إيه يعني جمعنا بين إيه جمعنا بين البر وبين صلة الرحم وبين القيام بالواجب وبين حل المشاكل وبين تبصيط الأزمات جمعنا بين الكلام والفعل كل الفعل يعني مش هنقضي صلة الرحم كلامه بس نعم صحيح موسى ولو بالقليل أيوة نعم وتتوزع الكل بقى الكل يشيل فتلاقي الموضوع خفت والله يا لأيت الناس اللي يسمعونا الآن يعني يفعلوا هذا إن كان على مستوى الأسرة أو إذا قدروا يعملوا ده على مستوى العائلة أحيانا فعلا في بعض البلاد بعض العائلات بتنجح في كده نعم يجمعوا الأسر اللي تحت سقف هذه العائلة يجمعوا لو مرة في الشهر مرة في السنة مرتين في السنة تجيب نتيجة ويجمعوا ممكن على طعام نعم أو يجمعوا على شراب حاجة يشربوها مع بعض أو حاجة حلوة ويتداولوا والله ده في مشكلة كذا ده في عملية لفلال فلاني ده في فلال مريض عايزين نزوره أو نساهم أو نساعده أو كده يعني هذا يعني فيه خير كثير جدا 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 الأعياد فرصة للتواصل أيوة وفرصة للتراحم طب النهاردة يا شيخنا وإحنا لسه في أيام العيد الولد اللي مقاطع أبوه ومراحش يسلم على أبوه ولا يعيد على أبوه لحد النهاردة نقول له إيه لها نقول له اتق الله ربك وخاف الله سبحانه وتعالى وإنت كده واقع في مصيبة كبيرة يخشى عليك من من فوات رحمة الله سبحانه وتعالى طب هو بيقول ده عمل لي مشاكل مع ولادي وعمل لي مشاكل مع مراتي ومع نسايبي نرد عليه نقول له إيه إحنا ما تخليش فيه تدخل في أمور المعيشة اه اه اعزل الفرد والواجب عن مشاكل الحياة مهما كان من مشاكل مهما كان من تدخلات الواجب يبقى واجب نعم والعيد ما ينفعش تمر في العيد رأى مهما كانت المشاكل وانت اللي تقطع أبوك مهما ده هو لو طردك انت ترجع له يا سلام انت اللي تروح تقبل إيده وتقبل رجليه وتستسمحه نعم وهو لا يريد منك شيء الأب أس يعني ما أعرف يعني الشيء المشهور بين الناس كلها إن محدش يحب حد أحسن منه إلا الوالد مع ولده نعم يعني أبوك عايزك أحسن حد في الدنيا يفرح بينك تبقى كويس لما يبقى فيه خلاف بين الأب والأم والولاد والزوجة أيهما يقدم يا سيدنا أبويا أمي والعيال ومراتي الأب والأم دول هيفوتوا أصلا يعني دول فرض مقروم بتوحيد الله يا سلام فتقديم بر الوالدين وتقديم حقهم وتقديم واجبهم مقدم على حق الزوجة وعلى حق الدنيا كلها حتى ولو مع الأذى والظلم مهما يكن ويواسي الزوجة بكلمات طيبة اجمع بين المصالح لكن اقول لها إلا أبويا أمي مش كده والله تعالى يقوله إن جاهدك على أن تشرك بي يعني يعمل يا سيدنا يقول لها خبض ماك في الحيط ده أبويا أمي ولا يقول لها يطيب خطر عن كلام طيب لا بالرفق طبعا يعني العون فيما كان في شان إلا شانة أيوة نعم طرحهم والتودد يعني دول والدين يعني أيامهم عديين أيامهم رايحين يعني ويبقى لنا عار للعقوق طيب ولو مال إلى مراته وعياله وأساء إلى والديه لا يعني هذا ينزع عنه المسلم الحرص على طاية ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأن هذا الكلام أنت بكرة تكبر وأولادك يتجاوزوا وهتشوف ابنك حطك في قوضة على جنب كده مليهاش لازمة بتاعة القطط الفراخ لا حاوله وغبالك اللي عملته هتلاقيه لا حاوله ولا أقول فأنت لا أنت بلطف وتفاهم يا بنت الحالة دول والدية أنا ما أقدرش أقصر في حقه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يحسن إلى أمه من الرضاع وإلى خالته أيضا من الرضاع وفي الأثر أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله لما دخلت عليه خالته من الرضاع قام لها من مجلسه مع أن السيدنا النبي أصلا ما بيقومش الحد عليه الصلاة والسلام وفرش عباءته الشريفة لتجلسه عليها وهذا لعظم حق هذه الولدة عليه فالمعاملة مع الوالدين ينبغي أن تكون معاملة مثالية وراقية وده اللي مضمون الآيات يا سيدنا لحضرك ذكرتنا بها مضمون الآيات دي كده الله تعالى يقول وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بالوغنى عندك عندك الكبرة أحدهم يعني أنه مفحيزك يعني أيوة عندك جنب منك فبرضو نصيحة لي والكل إخواني لما بوكي يكبر ولما تكبر في السن ما تعودش أنت في بلد تانية وهي في بلد غير البلد أنت فيها لا تبقى عندك أنت المفروض تبقى عندك عندك الكبرة طيب هي مش مرتاحة عندك أو هي راحتها مش كده أو هي عايزة تبقى لوحدها قريبة برضو منك جدا قال الله إما بالوغنى عندك الكبرة أحدهما أوكلهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل اخفض وذل اخفض لهما جناح الذل من الرحمة عايزين نتعلم يا سيدنا من بركات وأنوار من بركات وأنوار الله تعالى على فضلتك عايزين نتعلم أسرار في هذه الآية من قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة نوصل لها ازاي دي نعملها ازاي دي شفت حضرتك العصفور المبلول أيوة بيقف عملي ازاي بيقف مبلول كده العصفور المبلول كم شأن كده واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل يا سلام يعني انك عبد مملوك يعني الآية فيها فيها تعبيرات قمة في الرقية نعم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أيوة انك ايه اخفض وذل ورحمة انك ذليل زلة رحيم من زلة جبار من زلة واحد لا لا ده انت قادر وقوي ومع ذلك انت بين يديها تشعر او بين يديهما تشعر بهذا بهذا الانخفاض وهذا الانكسار يا سلام وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير اذا كان الوالدين على قيد الحياة فوجب هذا من العطف والتذلل والانكسار والرحمة وعدم مخالفتهم وعدم ادخال الغم عليهم نعم احنا متفننين حقيقة في ان احنا نغم مقابئنا ونحن لا نشعر نعم اه وطبعا ايه الحياة المنفلتة تجد فيها كثير من هذا من هذا العقوق وهذه المظاهر الفاشية المنتشرة انك حد يشوح كده بيده الابو او يرفع صوته عليه اسكت بقى او يعني كفاية كده ده النهارة طب بيضربه فيه فيه ماشي فيه مظاهر يشترعه بهينه ويستبه له الدين ولا حول الوقت ويرفع عليه قضايا اه ويجرحه مش يجرحه كده يعني جرح بكلمة او جرح مشاعر لا يجرحه يعني يعوره يا سيدنا يجرحه فعلا يا منهار ده فيه حوادث شنيعة جدا يعني تأبى منها الاسماع وتكرهها العيون قصص كده ولا في الخيال بين الابناء وبين الاباء ولا حول ولا قوة الا بالله فالرحم الرحم وصية الله تعالى بالأرحام اذا كانوا احياء فده الواجب وذا كان امات فالدعاء الكثير في كل سجدة نعم من السجدات رب ارحم والديك وربيني صغيرة ربكم اعلموا بما في نفوسكم وده مهم جدا في التعقيب على آية البر يا سلام ان تكونوا صالحين فانه كان الوابين غفورة ان تكونوا صالحين يوفقك لهذا الايه لهذا الباب العظيم جدا من ابواب الجن اللهم انك اصلحت الصالحين فاصلحنا بما اصلحت به عبادك الصالحين اللهم امين يا رب العالمين اللهم امين يا رب انتقل بحضرتك يا شيخنا الى العلاقة بين الازواج والزوجات بقى واحنا بنتكلم على الاباء والابناء في زوجة اعدى دلوقتي عمالة تقول يا شيخ وانا كمان زوجي مزعلني الازواج النهاردة اللي مزعلين زوجاتهم واحنا في العيد ومضيقين على زوجاتهم واحنا في العيد ومسببين بعض الكآبة في البيوت مثلا بحجة اصل فيهمهم على كتافي كتير بحجة اصل انتم مش حسين بيا اي مبررات عنده ماذا نقول لهذا الزوج اللي ممكن يكون من يوم الوقفة او قبلها بيومين ثلاثة هو مقاطع مراته مقاطع ولاده عشان مثلا بيطلب منه بعض النفقات فاختلفوا مع بعض عايزها شوية كحك وبسكوت يختلفوا مع بعض عايزين هدوم جديدة لعيدة حسن بقالنا عيدين ثلاثة ما جبناش هدوم زي الناس الدينة بقى العيدة بقالنا عيدين ثلاثة ما جبناش فاختلفوا مع بعض زعقوا مع بعض انتهت العركة دي بقطيع بقالهم خمس ستة ايام بما ننصح هذا الاخ برك الله تعالى فيك الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانو عليه اول شيء يعني هي فيه دايما كلمة انا ارددها كثيرا ايوه فيما يتعلق بالعلاقات بين الزوجين انا اريدك ان ترجع الى الوراء الفترة اللي كنت عاقد فيها على هذه المرأة اللي انت المخصيمها الان يا سلام حالتك النفسية وانت بتعملها ايام العقدك اتعامل ازاي ايوه عايزك تستصحب المدة الزمنية ايام الخطوبة اه الخطوبة والعقد اللي هو ايه رحيم دارس جايين من دارس بنقرأ فقه السنة بنقرأ رياض الصالحين بنسمى على بعض القرآن والكلام بقى اللطيف فين الجودة والمدعبة اللطيفة تكونت عمال حافي يعني عشان تحصلها ولما جيت عندك في البيت يعني بقى النكد لا هي برضو ايه هي نفس وهي إنسانة ولاها مشاعر ولاها أحاسي وبنت ناس الله بتربية في بيوت ناس ايوه هي غالية عليهم نعم وانت يعني كنت بتتمحلس يعني يعني زي ما انت غالية عند اهلك جدا وانت بني ناس هي كمان أكيد غالية عند اهلك اه وبعدين انت يعني بعد الله تعالى وبعد والديك نعم لك من يحمل وهمك غير امرأتك نعم ما هي اللي برضو يعني ايه شايلة العب ام انا نتكلم في الجملة يعني مين شايلة هم الزوج غير اللي بيسأل عنه غير اه زوجته نعم الحريصة عليه الشفوقة عليه في الجملة يعني ولا في بعض الايه يعني بعض النساء بيكون عندها نوع من الايه جفاء نوع من الشراسة يعني في التعامل جفاء مطنشة اه لكن متكلم مع الناس او بتقولك أنا مشغولة بالعيال او تعبانة اه تعبانة مع الناس قريبين يعني اللي هم يعني ايه السواد الأعظم نعم هذه المرأة بنت ناس وانت تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله وابوك ابوها لما اعطاك اياها اعطاك امانة اه واجبت رعاية هذه الامانة وانت استحضر الماضي البعيد ايما كنت عاقد ومستنى بها بالجهز للفرح فين فرحيتك دي مش دي الانسان كنت يعني حريص على انك تحصلها في فيتك طيب ايه اللي حصل نعم ما تقعد يا عم اتفق انت وهي على آلية عمل على أوراق عمل ما بحبي كذا وما بحبش كذا وعملي كذا يعني بقى فيه بيختلفوا يعني نسدد ونقارب يعني نقول ايه لا يكلف الله نفسه إلا وسعها ما تكلفهاش بما لا تطيق ويا لا تكلفك بما لا تطيق جميل انما القاتل القاسم المشترك اللي نقدر علينا مع بعض بلاش نزع بلاش نعل الصوت بلاش اه يعني ايه هجر بلاش يعني يبقى فيه امور عامة وخلي بلحظك من حاجة ان الحاجات دي بتتشرب الأطفال الأولاد الصغار بيشربوا علاقة الوالدين نعم ببعض في تكوينه من نفسي يعني طول ما انت منضبط في تعاملاتك مع زوجتك كل ما بيؤثر في تربيت الأولاد وانت حريص على أولادك نطفاق ويسير طب كلمة سيدنا بقى للزوجات برضو ما فيه برضو ببعض الزوجات النهاردة نكادية ده من ده كتير ما بيعجبهاش العجب يحاول يرضي فيها يطيب خطيرها يمين شمال ما فيهش فايدة يدها كتير يدها قليل ما فيهش فايدة يحرمها يعطيها ما فيهش فايدة يكلم معها بحنان وبدلال ويدلع برضو ما فيهش فايدة نعمل كل ما بقى للزوجة دي أفكرها ببكلمتين حلقة ما تنتهي يا سيدنا لإني بيقولولي بقى معنا خمس دقائق أفكرها بكلمتين من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجه للولود الودود المواسية المواتية يا السلام المواسية التي تواسي بملها أو بما معها إن كانت تملك أو بكلامها إن كانت لا تملك المواسية يعني كلمة طيبة صدقة نعم نك Personen عليه ليه كلمة حاضر بتريح يا السلام فا أنت أقولي حاضر أقولي طيب تمام المواسية المواتية اللي هي القريبة القريبة يعني إيه اللي لما تغضب تعرف تصالح يا السلام لأن في بعض النساء وهي فيك الشر ربنا بوزها شب لتقعد ترهق نفسك في مصلحتها لغاية ما تبطل قد تبالك فلا يعني اللي هي إيه يبقى بنا كده نوع من رحم الله شيخنا الشيخ اسمعيه الصدق العدوي أمين رحمة الله كان يقول بس إيه يبقى فيه رمز بينك مساءة ما تعمل لها كده تقوم هي تفهم تفهم السيم يبقى بينكو سيم كده في إيه في الفهم فأنت الحديث التاني في البخاري من الحديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم خيروا النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في الصغر وأرعاه على زوج في ذات يدي الحنان للطفل الصغير اللي هو أصلا في الحقيقة الزوج والمستفيد من هذا الحنان لأن المرأة إذا كانت حنونة فده بيبقى طبع غالب مش هتبقى حنونة على الولد وقصع الزوج صعب هتبقى حنونة أيضا طبعا هو المستفيد من هذا الحنان بتاع الصغر والولد بعد وولد بعد وولد يفضل حنان صفة سائدة في البيت وأرعاه على زوج أرعاه على زوج في ذات يدي إنها مدبرة في مال الزوج حليصة بقى على إن إيه من بحترش يعني قد تكون المرأة عابلة وصوامة وقوامة بس تبتاكل ديليفري أيوة مصرفة فده أنا خلق الميزانية تقرب كده كل يوم ديليفري ما بتطبخش فلقب بقى إيه أرعاه على زوج في ذات يدي إنها برضو مدبرة في مال الزوج عندنا في البقى قولك بتعمل من الفسيخ شرباط اللي هو بقى يعني إيه أيضا صباحة شمعي كما يقولون ده أنت بتعملي كده في الحقيقة لنفسك نعم مش لزوجك لأنك إذا أحسنت إليه وريحتي باله يعني أنت طيقية يكون لك عبد طيب الأخت النهاردة اللي بتتحجج بيه المتاعب اللي عليها والبيت والطبخ والخدمة والعيال والصداع بتاع العيال والمذاكرة للولاد تقوم تأثر في حق الزوج لا يعني التوازن التوازن زي ما أنت برضو مضغوطة في عمل البيت وفي الأولاد وفي كده ما هو مضغوط في شغله برضو يعني إحنا بنشتغل من شغل لشغل والناس برضو يعني إيه التعامل مع الخلق برة له يعني طابع وله نمط ويحتاج إلى قلب ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى صبر وإلى تحمل فهو عنده وبرضو أنت عندك يبقى التوازن يعني نجمع بين المصالح قدر المستطاع ويبقى فيه أولويات يعني الزوج له حق وله وقت وله أسلوب وله منطق يرد عليه به غير منطق الولد وغير أسلوب الولد وغير التجاوب مع الولد ده كل واحد له إيه له نمط الذي يجب أن يعامل به ربنا فقهنا ويعلمنا ويرقينا طب الزوجة لو زوجها صوته عيلي تعالي صوتها علي لا طبعا لو الشتام هتشتمه لا وهو يشتم ليه أصلا يعني هي كائن محترم الله إنسان لها كيان يعني أيوة تشتم ليه هو أنت بتعامل أمى مملوكة أيوة لا يبقى المفروض أصلا ما يبقاش فيه الكلام ده أصلا في الحياة لكن لو ده حصل من طرف الطرف التاني لا يسكت يسكت يهدأ يعني يسكت خالص السكت هنا يا شيخنا لا يعده ضعف لا ليس ضعف أنه يرجع يعتزل بعد ذلك ويقبل إليها يعني السكوت قوة آه طبعا واحترام واصول السكوت ده أدب آه يعني تربية يا سلام وإلا في الرد ما أنا هنشلق لبعض ما أسهله مش هنشلق لبعض يعني إنما ده البيئة البيت حقيقة أنه يعني الأزواج يجب أن يعلموا أن أنا بإيدي أخلي بيتي جنة أخليه جنة بإن أنا أحسن إليها وأتودد إليها وأرفق بيها وهي كذلك تستشعر حاجتها إلي وأنا إليها أقرب أنا قبل والديها الآن الزوج قبل الوالدين يعني انتقلت أوامر الطاعة بتاعت الوالدين أيوة مع انتقالها إلى بيت الزوجية الولاية بقى هو رقم واحد في حياتها هو رقم واحد طاعة له قبل الوالدين طاعة له يعني إذا تعرضت أوامر الأم مع رغبة الزوج يقدم كلام الزوج كلام أبوه على كلام الزوج يقدم كلام الزوج وشيء مهم جدا 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 في استقرار البيوت إن ما يحصل لا يخرج جميل ما في أسرار البيت أسرار وما فيش بيت خالي وإحنا بمشايقة هو ما يحصلش يعني بيننا وبين أزواجنا زعل ومشاكل وآخد ورد لكن لا يخرج ما يحصل في البيت لا يخرج لحد بره ما نحكيش لا لأمك ولا لأختك ولا تحكي لحد أحبوك بيتك وحضاني عليه ورب أولادك في جو إيماني وأنتم بس أكثروا من ذكر الله في البيوت شغلوا البقرة كتير البقرة ما تنقفعش من البيت ويقروا البقرة كتير في البيت وعوذوا أنفسكم وعوذوا عيالكم العين حق والشيطان قاعد متربص يعني ممكن يحسدوا على حالة حب أو سعادة هم فيها يحسدوا على أخلاقهم الطيبة فيبقى إحنا عندنا تحصين لبيوتنا وتحصين لأولادنا أذكر الصباح والمساء قراءة البقرة في البيت كل يوم ولا يوم ويوم يبقى البيت محصن جميل نقدر نحافظ على أسرار بيوتنا على سعادة بيوتنا على استقرار بيوتنا ولا ندخل يعني لا يدخل بيننا أحد الداخل خارب خلي بالك جميل الداخل خارب خارب على قدر بقاء المشكلة جوه البيت ما أسرع ما تحل جميل طلع الكلام برة بقت لجان رايحة ولجان جاي نفع الله بك يا سيدنا في ختم هذه الحلقة يا سيدنا معك باقة من الورد تهديها إلى من شئت من أحبابك فتحب أن تهدي هذه الباقة لمن من أحبابك والله أنا والدي في رحمة الله من مدة طويلة لكن يعني أم عبد الرحيم لأنها وستني ووقفت بجواري كثيرا زوجتك آه طبعا هي لها يعني بصمات طيبة تربوية في الأولاد لأن إحنا بره معظم الوقت واللي بيربي اللي أعد فده وأختي حفظ الله تعالى أختي الأصغر مني لأن الكبرى توفيت قبل يوم عشر تسعة الماضي فهاء الباقة الورد دي أسمى نصين نصها باليد اليمنى لأم عبد الرحيم النص باليد اليمنى أيضا لأم حمزة إزاك الله خير الله يرضى عنك ويتقبل منك صالح الأعمال وبارك في عقبك أمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين باقى من الورد إلى أبي رحمه الله وباقى من الورد إلى أمي حفظها الله وشفاها وعفاها وإلى كل حبيب أحبه في الله وباقى خاصة من الورد إلى قناة الرحمة باركها الله تعالى أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه القناة وأن يتقبل هذه الحلقات وأن يجعلها في موازين الحسنات مقبولة بإذن الله تعالى في ختام هذه الحلقة لا يسعوني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى شيخنا وسيدنا وأستاذنا مع الأستاذ الدكتور بدرين العياري حفظهم أورتنا يا شيخنا أورتنا وشرفتنا وأسعتنا وعلمتنا الله يسعلكم يا رب يبارك فيكم مجال أيامنا كلها أعيادة كلها سعادة الله تعالى ورب العالمين الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله كل عام أنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته